السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غوين المملكة انا اطلب منه اكتر من مرة بعد اذنك يا مملكة عاوزين نشوف الدجاج الحجازي بقى انه فترة كبيرة ما تفرجناش على دجاج حجازي عندك طبعا الدجاج ده عنده في مصر تمام عشان انا حاليا في السعودية وكتير منكم عارف ان انا في السعودية وان شاء الله يتوفر برضو الحجازي وانا في السعودية تمام الناس اللي بتسأل على كتاكيت وبقولهم والله غير متوفر حاليا بالفعل غير متوفر يا جماعة انا مش حيش منكم حاجة لان في ناس قالت انت ممكن عندك الحاجة مملكة ومش عايز تبيعها ومش بتطبيقها ده بتطلع منها وكده مع انك بتقول انت بتشجع الهواء المبتدئين وبتعايز تمسكهم الدمام القوية والحاجات دي اه بالعكس انا لو عندي اي شيء متوفر حتى اي حاجة كبيرة صغيرة متوفرة انا مش بقعت حاجة على فكرة يا جماعة معظم يعني انا ببيع تمام طيب اه برضو كنت طلب مني ايه مواصفات الدجاج الحجازي مواصفات الدجاج الحجازي حاجة 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 هوت اول حاجة تبص عليها تمام اه اسر المنقار اسر المنقار تمام مع عرض الراس مع عرض الراس مع اللغد تمام يبقى اول شيء اسر المنقار عرض الراس رقم اثنين رقم تلاتة اللغد تمام رقم اربعة العنين بتكون بيضة رقم خمسة الظهر بيكون عريض والرجلين شوم تمام والريشة افضل الريشة البيضة فاسود اللي هو اللون الكولومبي اللي هو اللون الكولومبي تمام الافضل والاحسن يكون الدج بلوزة لو بعرف مكتوم زي الدج اللي قدامك ده لو ليه صفات كوية يستاهل انك تاخده علشان هو بعرف مكتوم خده يعني لو في لغد تقيل لو في راس عريضة في ديل على الارض تمام اه فرخ قوي ارتفاع عنين بيضة كده لو فيه الصفات دي هتخده على طول طب اسعار الحجازة من كم لكم المملكة اديكوا الفرخة اللي قدامك دمت يعمله في حدود تلات تلاف تلات تلاف وخمسمية تمام الكتاكيت او فرخة زي دي مسلا تعمل الف وستمية الكتاكيت الكتاكوت مسلا عمري اسبوعين تلاتة ما انت مش تقدر تاخده اصغر من كده صح اقل الكتاكوت ممكن تجيبه بمتين متين وخمسين تلتمية عمر شعر مسلا ربعمية على حسب مستواء ايه وعلى حسب الاهالي بتاعته ايه اه حتة تفرجنا الاهالي والحتة ده على فكرة يا جماعة ممكن حد يوركوا اهالي حاجة تاني انا بقول لكم ممكن وانت بتشتري من حد يعني فانا عاوزك تكون عارف مواصفات الكتاكوت الصح مواصفات الكتاكوت الاصل او الطوب طيب مواصفات الكتاكيت ازاي تعرف صفات الكتاكوت ده نظيف ولا لا ده اعرفها لكم فيديو تاني ان شاء الله عشان ما تقولش اه عليكم لكن انا حبيت ارد على المتابعين وعالناس ما شاء الله شايفين حاجات جميلة جدا شايفين الدك وجماله اللهم صلى على النبي دك مميز جدا وعلى فكرة فرجله دي بليتي برجاء تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تدعمني بلايك لو في اي استفسار في اي حاجة اكتبولي في التعليقات سلام عليكم